شاركت الجمعية الملكية لتوعية صحية اليوم باحتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يأتي بعنوان أردن أقوى بأمنه ووعي شبابه حيث تعمل الجمعية جنبا إلى جنب مع إدارة مكافحة المخدرات من خلال دورها التوعوي على رفع مدارك الشباب بمخاطر آفة المخدرات وتستهدف الجمعية فئة اليافعين والشباب لتزويدهم بالمهارات الحياتية الضرورية للوقاية من السلوكيات الخطيرة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص تعمل الجمعية الملكية لتوعية الصحية من خلال شبكة المتطوعين ومن خلال برامجنا يلي منطبقها بالجامعات والمدارس بتعزيز مهارات الشباب وذلك عشان إحنا نقدر نقويهم لا أنه يصير عندهم المهارات لعدم الانسياق وراء أي مغريات لها علاقة بالتدخين استخدام المخدرات وغيرها من الأمور اشتركوا في القناة